موسيقى أخبار ثالثة من 2018 نستهلها بأبرز عنوية موسيقى تانفورد بعثة عسكرية طويلة الأمد في ليبيا موسيقى خيري قيام الناتو بعمليات عسكرية في ليبيا أمر مستبعد موسيقى العثور على حطام الطائرة المصرية في مياه المتوسط موسيقى أهلا بكم في التفاصيل قالت صحيفة واشنطن بوست أن التوصل لاتفاق بإرسال قوات أمريكية إلى ليبيا ممكن أن يحدث في أي يوم ونقلت الصحيفة عن رئيس أركان القوات الأمريكية جوزير دانفورد قولها أن المؤسسة أو البعثة المستقبلية التي سترسل إلى ليبيا ستتواجد لفترة طويلة وستتولى تدريب وتجهيز الأفراد والكتائب الذين يدينون بالولاء لحكومة الوفاق التوصل إلى اتفاق لإرسال قوات أمريكية إلى ليبيا يمكن أن يحدث في أي يوم هذه الجملة المهمة ذات الدلالات والنتائج نشرتها صحيفة الواشنطن بوست على لسان الجنرال جوزير دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بعد عودته من بروكسل حيث اجتمع مع القادة العسكريين لحلف الناتو فحوى وتوقيت تصريحات القائد العام للجيوش الأمريكية له أهميته الخاصة لحاضر ليبيا ومستقبلها حيث أكد بوضوح تام على وجود مشاورات مكثفة في كواليس دول التحالف الغربي وربما في المجلس الرئاسي أيضا حول هذا التدخل العسكري الذي أعلنت دول عديدة أنها ستشارك فيه لكن الأهم هو تأكيد الجنرال الأمريكي أن قوات التحالف ستركز على تدريب وتجهيز الميليشيات التي تعلن ولائها لحكومة الصراج المدعومة من المجتمع الدولي توقع دانفورت أن المهمة ستكون طويلة الأمد ويأتي هذا في وقت أقرت فيه مصادر مختلفة بوجود عدد محدود من القوات الأمريكية الآن في كل من مصرات وبنغازي لتقييم الموقف على الأرض استعدادا للتطورات القادمة لكن القيادة الأمريكية تقر بقلقها ليس على المسائل الأمنية فحسب وإنما أيضا على الاضطراب السياسي القائم على الساحة الليبية فحكومة الصراج لم تنل ثقة البرلمان المنتخب بعد إلى جانب اعتماد قوة التحالف التي ستقودها أيطال على الأرجع على دعم كل من قوات مصراته وقوات الجيش الوطني بقيادة الفريق حفتر وهما كما تبين معسكران يقفان على طرفين قيض في الرؤية والأهداف إن بروز تنظيم داعش على الساحة الليبية بقوة هذه الأيام ومحاولاته اليائسة لتحقيق مكاسب على الأرض سيغير الكثير من المفاهيم الثابتة ويخلق توافقات جديدة أبرزها إقرار التحالف بمهمته في تدريب وتسليح ميليشيات في غياب رؤية واقعية لدور ومهام الجيش الوطني وكيف ستكون علاقته بهذه الميليشيات لكن كل هذا يبقى رهن تحقيق انفراج سياسي واقتحام عقبة تصديق البرلمان على الحكومة وعندها سينفتح صندوق بندورة وتتوالى المفاجآت قالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس أنها صنفت فرع تنظيم داعش ليبيا باعتباره منظمة إرهابية أجنبية وقالت الخارجية أن التصنيف يفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية تهدد أمن الأمريكيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي أو يمثلون خطرا شديدا بارتكاب مثل تلك الأعمال كما شمل التصنيف أيضا فروع التنظيم في اليمن والسعودية قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن تنفيذ الناتول عمليات عسكرية في ليبيا أمر غير وارد حاليا كيري الذي تحدث للصحفيين ببروكسل قال أن الحلف يستطيع المساعدة في ليبيا وسوريا ولكن بشكل إضافي وليس محوري الوزير الأمريكي أضاف أنه يمكن للحلف في ليبيا أن يقوم بدور بحري من أجل دعم عملية سوفيا الهادفة إلى منع نقل المهاجرين بصورة غير شرعية وأوضح الناتو تتوفى لديه إمكانيات واسعة في مجال التدريب وتوزيع الموارد وتصديرها للمساعدة في عملية ضص الاستقرار في ليبيا وسوريا كما أن الناتو يستطيع تقديم المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها نتيجة أعمال طائراته بالإضافة إلى قدراته على تحديد مكان وجود الإرهابيين وفصلهم عن المدنيين بحسب وصفه حرب داعش أم إيقاف الهجرة خيارات يطرحها أعضاء حلف شمال الأطلسي حول ليبيا مختلفين حول أولوية كل منها في نقاش يبين ما الذي يحرك مصالح أوروبا النقاش تمحور حول إمكانية الإطلاع بدور أكبر في ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق في الحرب على داعش في حين اقترح بعض الحلفاء التركيز على المهمة البحرية لوقف تضفق اللاجئين إلى أوروبا لقاء وزراء خارجية الحلف يأتي بعد ثلاثة أيام من اجتماع فيينا الذي تعهدت فيه أكثر من عشرين دولة بدعم ليبيا واختتمه وزراء الخارجي الأمريكي والإيطالي بتأكيد أهمية مواجهة الهجرة والحرب على داعش الأمين العام للحلف الأطلسي ينسي ستولتنبورغ أكد التزام الحلف بدعم المجلس الرئاسي موضحا عدم وجود احتمال لأي عملية قتالية في ليبيا سواحلوا بعرض 1800 كيلومتر تطل على جنوب أوروبا يتضفق منها المهاجرون بالألاف ويسيطر داعش على مناطق فيها هذه النظرة التي تلخص موقف أوروبا من ليبيا وتضع أمام الليبيين الفكرة واضحة أن ما يهم أوروبا هو حماية نفسها من الخطر الذي تشكله هذه السواحل التي تقابلهم لا أن تحل مشاكل ليبيا نقلت شبكة سين إن الإخبارية عن مسؤول عسكري أمريكي تأكيده تكثيف عمليات المراقبة الجوية المنطلقة من جزيرة يابونتيليرا بسقلية جنوب إيطاليا لرصد تحركات تنظيم داعش في ليبيا المسؤول الذي يقدر عدد عناصر تنظيم داعش في ليبيا بين أربعة إلى ستة ألاف أعاد التأكيد بأن القوات الخاصة الأمريكية تقوم بعمليات على الأرض مستندا إلى معلومات تطلقاها من طائرات المسح الجوي التي تعمل لرصد مساحة تقدر بألفي كيلومتر دون توضيح طبيعة العمليات التي تقوم بها القوات المتواجدة على الأرض يذكر أن تواجد القوات الأمريكية الخاصة على الأرض الليبية تم تأكيده أيضا من قبل وزارة الدفاع الأمريكية وصف رئيس مجلس النواب عقل صالح العقبات التي فرضتها عليه وزارة الخزانة الأمريكية بالتدخل السافري في الشأن ليبي وأكد صالح للشرق الأوسط اللندنية أن الخلافة بينه وبين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج سببه الإجراءات الدستورية وتحديد المهام نافيا وجود خلافات شخصية أخرى وقال أن خلافاته مع السراج يمكن حلها بالحوار والتوصل إلى توافق مضيفا أنه لم يمنع أحدا من حضور جلسات النواب للتصويت على حكومة الوفاق دانت الحكومة المؤقتة سقوط القضائف على مركز بنغاز الطبي وصفة إياه بالهجوم الإرهابي الحكومة في بيان لها قدمت تعزيها لأسر الضحايا وحملت المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسئولية ما يحدث للمواطنين على يد الإرهاب بحسب تعبير البيان داعية لإنهاء حظر السلاح على الجيش قائلة إن الإرهاب يدعم من دول إقليمية بالسلاح والعتاد ومن جهته أدان المجلس الرئاسي الهجوم على منطقة بالعون وصفنا العمل بالإرهابية الجبان الذي لا يقوم به سوى بشر تجرد من كل القيم وهو يضاف إلى سلسلة الجرائم الإرهابية التي طالت المدينة عقدة المحكمة العليا في لندن الخميس جلسة استماعا بخصوص النزاع بين صندوق الثروة السيادية الليبية البال قيمته 67 مليار دولار وبنك سوستيه جنرال فيما يتعلق بمزاعم تقديم رشا لشركة مملوكة لوسيط على علاقة بعائلة القذافي وتطالب المؤسسة الليبية للاستثمار بنحو ملياري دولار من سوستيه جنرال فيما يتعلق بسلسلة نزاعات تجارية تشمل عقود مشتقات ترجع للفترة من أواخر العام 2007 إلى 2010 وقد تشهد الجلسة تحديث موعد النظر في القضية التي من المتوقع أن تحالل النطق بالحكم في يناير القادم وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار أن سوستيه جنرال دفع ما لا يقل عن 58 مليون دولار إلى شركة مسجلة في بنما عن خدمات استشارية تتعلق بالمعاملات محل النزاع بدأت الناقلة سييتشانس تحميل النفط من ميناء مرسل لحريق الخميس بعد أن منعت لثلاثة أسابيع من دخول الميناء الواقع في شرق ليبيا بسبب نزاع حول صادرة النفط وأضاف مسؤولون في قطاع النفط وفي الميناء أن ناقلة التي كانت تنتظر تحميل النفط لشركة يجلوكر نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس تقوم الآن بتحميل 600 ألف برميل للشحن إلى بريطانيا زار المبعوث الأممي مارتين كوبلر مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين في حي بوسليم بطرابلس وأشار كوبلر إلى أن المركز ليس مجهزا بما يكفي ويجب العمل على أن يكون ملائما لإيواء المهاجرين أوضاع إنسانية سيئة يعيشها المهاجرون الذين أخذهم حظهم العاثر للمرور بليبيا الواقعة في مشاكل لا تنتهي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم مارتين كوبلر الذي يبدو أن لا مكان في ليبيا يغيب عن خريطة تنقله كان ضيفا على مركز إيواء المهاجرين في بوسليم ليطلع على أوضاعهم كنت أرغب في رؤية هذا المركز الإيواء هذا؟ لأن هذا المهاجرين هو مجهزا وليبيا هو ملائما لأن الاتجال بالبشر هي جريمة وليبيا هو بلد عبور أنا شكرا على الكثير من الأشخاص الذين هنا في مكان صغير جدا لا يوجد حمامات، لا يوجد حمامات، هناك أشخاص مرضى أيضا وهذا الوضع غير مقبول وفقا للمعايير الإنسانية ورأيت الأشخاص المحتجين هنا يريدون العودة إلى ديارهم من جنوب الصحراء الكبرى ومن هضاب أثيوبيا وإيرتريا أو من سواحل القرن الإفريقي ومن عديد بلدان القارة السمراء يمر عبر السواحل الليبية الحالمون بعيش أفضل شمال المتوسط على الرغم من المخاطر الكثيرة لا يعرف أحدهم إذا كان سيصل حيا أم لا وتتوقف رحلة بعضهم ليجد نفسه في مراكز إيواء لا تملك مقومات الحياة الأدمية في بلد تعاني في ذاتها مشاكل لا تنتهي زيارة كوبلر جاءت في وقت قالت فيه المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من ألف ومائتي مهاجر وصلوا إلى إيطاليا هذا الأسبوع وكان خفر السواحل الإيطالي قد أعلن عن إنقاذه لأكثر من ألف مهاجر خلال الأيام الماضية من 11 سفينة ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية حذر قائد في شرطة الحدود الإيطالية من أن قرابة 800 ألف مهاجر ينتظرون عبور البحر من ليبيا مصر وتونس قالت تلفزيون المصرية اليوم الجمعة أن القوات المسلحة المصرية عثرت على أجزاء من حطام طائرة شركة مصر للطيران المفقودة في مياه البحر متوسط على بعد 300 كم شمالي مدينة الإسكندرية الساحلية وأضاف أن القوات البحرية المصرية تمسط المنطقة بحثا عن الصندوق الأسود للطائرة تداعيات حاذث الطائرة المصرية لا تزال مستمرة فثلاثة محققين فرنسيين وخبير فني من شركة إرباص وصلوا إلى مطار القاهرة للمشاركة في التحقيقات حول مصير الطائرة وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أمر وزارة الطيران المدني ومركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة والقوات البحرية والجوية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحديد موقع حطام الطائرة أبواب الاحتمالات تبدو مشرعة تجاه أسباب الحادث ففي الوقت الذي لم تصدر فيه أي نتائج أولية للتحقيق تضربت الأقوال بين مسؤولي الدول دات العلاقة بأن الإرهاب غير مستبعد وكذلك الأخطاء الفنية أو التعمد من قبل طاقم الطائرة وكلها سوابق تسببت في سقوط طائرات أخرى من قبل التحليل الأولي الوحيد صدر عن أقمار صناعية أمريكية لصور التقطتها لم تظهر أي مؤشرات عن حذوث انفجار على متن الطائرة وتعد هذه الحادثة الثانية لشركة مصر للطيران هذا العام بعد الطائرة التي خطفت بحزام ناسف مزيف وتوجه بها الخاطف إلى قبرص قبل أن يسلم نفسه وتظل القصة إلى الآن أن طائرة إرباص إي ثلاثمائة وعشرون أقلعت